أعلنت قوات السورية الديمقراطية أنها انتزعت السيطرة على أراضي جديدة من تنظيم داعش في المعركة التي تسعى من خلالها السيطرة على آخر جيب للتنظيم شرق سوريا المسؤول الإعلامي في قوات السورية الديمقراطية مصطفى بالي قال إن مقاتلي قوات السورية الديمقراطية استولوا حتى الآن على 41 موقعا لكنهم واجهوا هجمات مضادة في وقت مبكر أمس الأحد تم صدها